قام صباح اليوم مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة داكو يعقوبة بجولة توعوية إلى عدد من ثانويات العاصمة بمختلف الدوائر حيث رافقه في هذه الجولة سلطان مدينة أنجمينة سعيد أحمد المدارس ليست أماكن الفوضة والعنف كان ذلك فحوى رسالة مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة الداكو يعقوبة التي حملها في جولته التوعوية التفقدية والتي شملت كل من ثانوية فليكسي وبي بالدائرة الثالثة ثانوية القلب المقدس بالدائرة السادسة ثانوية وليا بالدائرة التاسعة ثانوية البنات بالدائرة الخامسة ثانوية الدقيل المركزي بالدائرة الثامنة ثانوية المركز الكويتي بالدائرة الثانية اختتاما بثانوية الحرية بالدائرة الرابعة في كل هذه المؤسسات التعليمية التقى فيها مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة بالإداريين وكذا التلاميذ حيث وجه لهم النصائح بتفادي العنف ونبذ العنصرية والتطرف والسعي إلى النهوض بالبلاد مضيفا أن الفوضى والتحريض عليها ليست من مصلحة الجميع مقتبسا ما في معنى النشيد الوطني الشادي ارفع عينيك فالمستقبل لك فهذا المستقبل لن يكون باهرا إلا إذا تطلعنا إلى أفاق التطور والتقدم خاتما حديثه بالثناء على جهود مختلف النقابات التعليمية والجمعيات المدنية على ما بذلوه وأن ما نحن فيه الآن من مواصلة الدراسة بشكل طبيعي ليس إلا نتيجة لتلك الجهود وتجدر الإشارة أن هذه الجولة ستستمر حتى تشمل أكبر عدد ممكن من المؤسسات التعليمية بالبلاد